السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته لا الفاخ بيقفها يعني ما بتنشفش من دمها يعني معلش في الكلمة اللحمة بتحسيها ناشفة لا مش عافية لا اللحمة دايبة يا جماعة ومستوية العظم الناشف جدا جدا التدبيلة بس حكاية الوحدة جرى بيها وان شاء الله هتعجبكم جدا 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 شايفين يعني الشكل بيتكلم عن نفسه العظم الناشف معايا تماما اللحمة ابيض دايب مستوي ريحة طعم يسيد يسيدة عالجمال شوف الاكلة دي لو بتكليها برا هتكلف الكام عمنا صلات الطحينة وصلاتة بلدي وشغل كله في الفيديو ده ان شاء الله يأجبكم اول حاجة هنصلي على رسول الله عليها اوضل الصلاة والسلام ونبدأ نقول المقاتل عندي فرختين كبار يا جماعة انا غسلهمهم صفيهم كويس جدا ملح ودقيق ولمون ورحيتهم زي الفل ومناديل كده اوفطة مطبخ محترمة وتنشفك كمان الفراخ بتاعتك انا مش عايزة فيها ونقطة ماء زي ما واضح انا نشفتها وكمان حطها في المصفة انها تصفى من اي حاجة ممكن تكون لسا فيها تمام عندي معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة دبس رمان معلقتين كبار من زيت الزتون او اي زيت نباتي عندي لومونة كبيرة كده محترمة بنت ناس فيه ميا عندي حوالي ربعة كبيرة صغيرة من الخل الابيض حوالي اربعة معلقة كبيرة من الخل الابيض عندي معلقة صغيرة من الزعتر ومعلقة صغيرة من الرزميري معلقة كبيرة من الملح ربعة معلقة من كل حاجة ربع معلقة فلفل اسود بابريكا كاري بوهرات فراخ كوركم كامون كوزبرة ربع معلقة صغيرة من ال ال اسمها ايه اه كوبة بصينة على ارنفل على حبهان مطحنين مع بعض وزودت كمين 3-4 فصوص من الحبهان و 3-4 فصوص من المصمرة تمام ان شاء الله المقدر في سندوق الوصف ممكن تحس البوهرات او التوابل كتيرة شوية بس تهي يا جماعة ربع معلقة من كل حاجة وحب تضيفي حاجة او تشيل حاجة انتو راحتك عندي بصلة كبيرة كده او بصلتين صغيران زي ما وضح حوالي 5 فصوص من التوم تماطمائي كبيرة كده وبنت ناس اشرت يوستفاندي محترمة كده متستغرباش هتديك لون وريحة وطعم وحاجة كده يسيدي يسيدي عالجمال ان شاء الله تعجبكم فلفل اخضر وحبت شطة كده صبايسي يعني هي صبايسي قوي يعني سندة حرقين خفيفة تمام ممكن تستغني عنها لو عندك فلفل احمر ممكن تضيفي حبة بتخلي كمان لون التدبيلة وريحة حلوة جدا جدا معاي في كتير هيستغرب اشري اللي يستفاندي او اللي احنا بتنال عالي سفاندي بس بجد حلوة جدا جدا هيفرق معاك بجد طماطمائي محترمة كده وكله بقى في الخلاط بتاعي وخفهم وفرمة حلوة جدا جدا زي ما واضح حنقطع كله في الخلاط طماطم بصل توم اشري يستفاندي كان فاصطهم محترمين كده والتوابل بدعتنا بجد توابل جبارة ان شاء الله بجد التدبيلة دي هتعجبكم جدا 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 هننزل بكل حاجة الزعتة ورزميري حابت تشيل حاجة في التوابل انت راحتك بس بجد بلاش تشيله الزعتة ورزميري بجد بيفرق في اي شوي الحوم شوي فراخ حلو جدا جدا ومعلاقة كبيرة من دبس الرمان مش متوفر يا جماعة دبس الرمان هتضيفي معلاقة كبيرة من العسل الاسود تمام مفيش عسل اسود معلاقة كبيرة عسل ابيض مفيش عسل ابيض هي خلاص معلاقة كبيرة سكر وخلاص تمام ان شاء الله المقدر لكم نفسه نضوء الوصف عصرة لمونة كده محترمة لمونة كاملة يا جماعة وطبعا 4 كبيرة صغيرة من الخل وكل ده بقى يتفرن فرمة حلوة كده هنعامه جدا 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 بالمصفة بتاعتي بقى وهصفي التدبيلة دي عايز اقولك الخلاط يعني مقدرش ان يفرم معايا جامد فزودته كمان حوالي هنقول 3 ربعة معلقة كبيرة من المي يعني اقلة من 4 كبيرة مي عشان بس الخلاط ايه يلف المكونات دي معايا شايفين تقلة جدا ازاي لانا هبصه هنزل للعصارة بتاعتها كل انا مش محتاجة طفل عشان ما يتحرقش على وش الفراخ ويعملي طبقة مش لطيفة وشكلها كده مش حاب انا عايزة بس العصارة بتاع التوابل بتاعتي والخلطة الجميلة اللي احنا عملناها شايفين عصرتها وطلعت يعني طلعت عنيها كده اجب بقى الفراخ بتاعتي وزي ما قلت لحضراتكم وفي كل الفراخ بتاعتي يا جماعة اهم حاجة ما يبقاش فهنقطط ميا كل ما تبقى نشفة وجفة معايك ومخصولة كويس بتديك نتيجة حلوة وبتشرب كمان من التدبيلة حلو جدا جدا انا عايزة اقولك من بعمل التدبيلة دي بعد بعد الفجر من شو الله اشتغل فيها العصر يعني التدبيلة حوالي هنقول 8 ساعات كده ولا حاجة تمام اقل حاجة في التدبيلة دي يا جماعة ساعتين ثلاثة وطبعا لو من البليل للصبح حلوة جدا ولو يومين في التدبيلة يا سيدي كل ما بتوعد كل ما بتتدبيل معايك مزبوط الفراخ بتاعتي يا جماعة عملة فرفتحات عشان تتشرب من التدبيلة وتستوي كمان معاي اصر هدخلها بقى التلاجة لحد ان شاء الله بعد العصر زي ما قلت لكم احنا الوقتي بعد الفجر نيجي بقى نعمل الصلاة البلدي احنا كده العصر تمام الصلاة البلدي عبارة عن ايه شوية كزبرة على شابت كده انا فرماهم فرما نعم طماطم خيار فلفل اه بصل كل ده مقعبات صغيرة البصل هي اللي ايه خيار فلفل وطماطم ايه حاجة عندي تضيفها للصلاة بتبقى حلوة جدا جدا عصرة لمونة كاملة لمونة كده فرماية اهم حاجة بقى فرماية ربع كباية تخلى الابيض صغيرة معلقة صغيرة من الملح ربع معلقة صغيرة كامون ربع معلقة صغيرة من الكوزبرة النشفة ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكباية كبيرة من المي وهقلب بقى الصلاة بتاعتي عايز اقولك انا ببدأ في الصلاة والطحين قبل الفراخ لان السلطة البلدية معتمد انها تفضل شوية كده في التوابل وتنزل ميتها كده وتاخد وتدي وتديك طعم حلوة جدا فابدائي بالسلطة اول حاجة. ضفت كمان كبات مية احنا نحب الميتة السلطة كتيرة شوية طبعا على حسب انت بتحب ايه ممكن تستكفر كباية ممكن كبايتين. وبعدين انا مقطرة الكمية بتاع السلطة زي ما حضرتكم شايفين لان احنا منحب السلطة جدا جدا جدا. نيجي بقى للطحينة بتاعتي كده السلطة خلصت معي. الطحينة كباية الطحينة صغيرة اللي هي كبايات الشاي الصغيرة دي. كباية كاملة طحينة خام. نزلها بقى كويس جدا. عندي كمان لمونة كاملة. عندي معلقة صغيرة من التوم المفروم حوالي فصين كبرا من التوم. عندي ربع معلقة صغيرة من القزبرة الناشفة والكمون والملح والفلف اسود. ربع معلقة صغيرة تمام? زي ما واضح كده. لو عندك كمان علبة زبادي بتبقى حلوة جدا جدا في الفطحينة وخصوصا جنب المشويات. بس عايز اقول لكم بقى اولادي كانوا في الدرس يعني في اليوم ده بالذات مطلعوش اللي على الاكل على طول. فقلت خلاص بقى مش مشكلة زبادي. بس لو عندك ضيف علبة بتديك نتيجة حلوة جدا جدا. وهي برضو كده كانت حلوة والله مش يعني موقفتش على الزبادي. مشي نفسي. هنواصل اللامونة. اللامونة كاملة يا جماعة. معلقتين كبير من الخل الابيض. معلقتين كبير من الزيت. ضفت حوالي معلقة وسبت معلقة كده على جنب. هقلم بقى كويس جدا جدا. شايفين? اول ما بتقلب كده وتبدأ هتلاقى تكتل معاك كده ولون هيفتح. انت كده مشي صح. نبدأ بقى ننزل مية. عايز اقول لكم دي مية حنفية. لا لا صحنة ولا مغلية ولا دافية. مية حنفية. وابدأ اضيف كده واحدة واحدة لحد ما الطحينة تفك معاك. شايفين كل ما بتقلب كل ما بتتقل وكل ما كمان لونها بيفتح معاك. اقلب بقى كويس جدا جدا. والمية بتضيفها واحدة 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 لحد الصمك والقوام اللي انت عايزها. عايزها خفيف عايزها تحكيم بقى براحتك. خدت حوالي كبالة ربعة من المية. شايفين قوامها حلو جدا جدا. نيجي بقى لشوية الفراخ. شايفين بجد راحة التدبيل يا جماعة. وطعمها بجد كان في المنتهى الجماعة. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم جدا جدا. ممكن ترس لو مش هتشوع على الفحم ممكن ترسها فصنية و ادي خليها الفرن. تغطيها فويل. و ادي خليها الفرن على حسب ما هتاخد معاك على حسب وزن الفراخ. الفراخ معايا خمسة كيلو. تمام? اه تدخليها الفرن وبعد اي تطوشها فحمية كده في الاخر بتديك برضو نتيجة حلوة. بس انا المهار ده طلبت معايا ان انا اي اشوع على الفحم. بابده ارس كده الفراخ واحدة واحدة واشتغلت يا جماعة على فكرة بالفخد الدجاج اللي هي الوراق. حبة بالصدور ماشى معاك حبة فرخة كاملة كله ماشى معاك. احنا شوناها مع بعض قبل كده. ان شاء الله سيب لكم اللينك في صندوق الوصف. لكن اللي استخدمته النهار ده اه افخد الدجاج تمام? انا هنا حسيت ان الشبكة زحمت معايا فقلت لأ ايه هشوي حوالي فاخر ربح. والبقى هدخله ايه على مقلب تاني. تمام? اهم حاجة بقى تقفل الشبكة بتاعتك كويس جدا جدا. وطبعا قلنا الحضاتكم لما في الشبكة او مش هتشوع الفحم. رصيها فصنيها ودخليها والاخر تشفح مية بتديكي برضو نتيجة حلوة جدا جدا. تمام? لو عندك الشبكة دي بقى اقفليها كويس جدا جدا. اشتتحكم هيها وانت بتقلي بكل شوية. وطبعا التدبيلة بتاعتي هسق الفراخ كل ما هيحس انها نشفت معايا هرشي من التدبيلة. عندي بقى الفحم بتاعي كده رصيته في الصينية اللي بنشوف فيها. في الشوية. وباولع كده قطعتين فحم على البتوجاس قطعتين بس زي ما واضح. بشيلهم بقى على الفحم كده وبافضل اهوي اهوي لحد ما الفحم كله يلقط معايا ويشعل معايا. زي ما واضح كده شايفين? اسفى هنا الصورة مش مش واضحة. واضح ده. ابدأ بقى شوفه. حطيت اول ما الفحم كله صار رجمعايا كده ولعفه بعضه. نزلت على الفراخ بتاعتي. لازم الفحم يبقى والع معاك ومزبوط. تمام? وخلي بالك الشوية بتاعتك لو بتشوفه في شوية زي دي خلي الفحم اه مش كتير في الشوية تمام? انه ما يبقاش عالي للفراخ عشان ما يلهافهش منك بسرعة وهي برضو ما استويتش. يعني خلي جزء بسيط في الفحم زي ما حضرتكم شفته لو رجعت الجزء اللي فات. الفحم يدوبك ارضية الشوية بتاعتي. مش ملامس للفراخ او عالي انه يلهاف الفراخ بتاعتي يلسحة بسرعة قبل ما هي تستوي. تمام? النقطة دي واضحة. بفضل طبعا كرتونة كده في ايدي او اي حاجة بتهوو بيها. واي? كل دقتين. ممكن تكون عملية مملة شوية بس عشان الفراخ بتاعتك تستوي من الجهتين مزبوط. كل دقتين كده لان الشوية على الفحم يا جماعة حاجة تانية خالص. اي نعم احنا ساعد بنعمل فراخ وبنطلشاف فحمة ونتيجة حلوة وكل حاجة مش اقول لكم لأ. بس الشوية على الفحم بجد محلة تانية خالص. اي ده اول مقلب معي شايفين الجمال? من شاء الله بجد. بجد الريحة اي اه الريحة والتدبيل يا جماعة والبجد كان يوم حلو جدا جدا. شايفين اللون جميل جدا زي ما بقول لحضراتكم ما تقطرش الفحمة في الشوية. تبقى طبقة رقيقة من الفحمة يا دوبك انها تصهرج معاك وتولع. وبدأ ينزل على الفراخ اه على الفراخ بالفراخ بتاعتك تمام? ما تبقاش ما تبقاش ملامسة للفراخ عشان ما تلهفاش بصرة. يعني ايه? يعني ما تتحرقش من برا وتفضل نية وفيها حاجات كده مش لطفة من جوة. تمام? لازم تنشف معاك تمام. شايفين حتى اللي ما اخدش لون قوي. بستوي زي وضايب. ما شاء الله. انا هنا نزلت بال بالفراخة التانية اللي معايا انا اشتغلت الفراختين. ابدأ اهوي اهوي. شايفين حتى حاسة ان الدخانة بدأت تطفي معايا لو انت حسيت ان الدخانة بدأت تطفي. هوي جامد جامد. حراك ايدك بسرعة بسرعة على الفحم بتاعك وهوي. هتلاقى اصلى راجت معاك تاني. وولعت ودخانت تاني. تمام? عايز اقول لك بقى طول ما احنا بنشو على الفحم كده ادينا. بتهوي كده. ما ايدك لو وقفت هتطفي وهتبقى حالتك حالة. تهوي على طول كده باستمرار. ولو حسيت انها تطفي لقى شدي ايدك شوية وبصرعة بصرعة. هتلاقى اصلى راجت معاك تاني وولعت. وطبعا زي ما بقول لحضرتكم كل دقتين كده تقليبي عن الناحية التانية والناحية التانية عشان الناحيتين يستوى ياخدوا تصوية حلوة ولون كمان حلو. ما تتحرقش من الناحية والناحية التانية تقالس تانية. شايفين كل ما بحس انها بتطفي معايا او انها بتهدى معايا بهو بصرعة بصرعة. واده كمان تاني مقلب معايا. ما شاء الله بجد طلعها حلوة جدا جدا. واخدوا بالكم كمان الفراخ ديت يعني حلوة جدا جدا ما حطناش نسبة دهنة عالية. هم كل اللي ضفنوه مع الفراختين خمسة كيلو معلقتين من الزيت. ان شاء الله المقدر في صندوق الوصف. يعني معلقتين زيت وما شاء الله بجد. لان الفراخ ما شاء الله تربيه بيتي. فحلوة جدا جدا. انت فراخ بيضى يا جماعة. شايفين بجد يعني مش بستحملة حتى بسلكها كده ببراحة مش بستحملة. الفراخة الاولانية يا جماعة كنا طلعناها كده في صنية وغطناها في فويل. لان طبعا الاكلة دي لازم تتاكل سخنة. سخنة يعني سخنة. يعني واضح. الاكلة دي لو ما اتاكلتش سخنة بجد بيبقاش لها معنا. فالفراخة الاولانية طلعتها كده على فصنية وغطيتها بفويل كويس جدا جدا. وادي الفراخة التانية لما طلعت دخلتها مع الاولانية واغطيهم بفويل كويس جدا جدا. على مبدأ استرفز الاطباق بتاعتي. زي ما بقول لحضراتكم الاكلة دي لازم تتاكل سخنة. نبدأ بقى انا غريف الصلطة بتاعتي. الصلطة بجد حلوة جدا. شايفين الميا بتاعتي لونها وطعمها حلو جدا جدا. وقوام الطحينة بتاعي حلو جدا جدا. وزي ما بقول لحضراتكم قوام الطحينة ده بتاعك انت. بلوكو. علبة زبادي بتبقى حلو جدا جدا. ان شاء الله بجد وليمة. شوف الاكلة ده هيكلفك بره بكام. احنا وفرنا. وحاجة كده اقتصادية ومنطقة نظافة ومنطقة التوفير وحاجة سهلة جدا. ومش هتاخد منك اي وقت. ده كان فيديو النهاردة ان شاء الله يعجبكم. لو فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسى ان يش لايك واشتراك في القناة. استردعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.